اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تطويرات الجينات او سكور الجينات هذا السكور يا شباب تقدر يعني مثل ما تقول كل ما تطور كل ما يزود وتقدر تقارن مثلا اذا حبيت تقارن بين بينك وبين صديقك يعني منهم تطور اكثر بالجينات فهذا العدد راح يبين كل ما يكون اكثر كل ما يكون احسن ورح نحتاج هذا العدد يعني راح نحتاجها هسا بشغلة خلي نروح لها اللي هي النقطة الثانية اللقب الجينات لقب الجينات او علامة الجينات اللي موجودة بالبروفايل اللي هو هذا شباب عندك هنانا مثل ما تشوفون هاي علامة الطوابق طبعا الطوابق ما لعب هاني او المدرسة العلامة الثانية اللي هي هنا علامة الجينات هاي العلامة يا شباب مو علامة واحدة موجودة وانما اربع علامات ماذا تحصر عليهم يعني هذا الشي مثل ما نقول لما ندخل لحد ملفك ويشوف الجينات هاي راح يقول اوه هذا قوي ومطور هاي الفائل فالسي يا شباب اشلون نفتح اشارات الجينات مثل ما تشوفون اسكور الجينات اللي قدت لكم عليه او الديف الدفل شي اسمي هوا هما لتطوير الجينات هنا شباب من توصل 1500 هاي طبعا الكل واسطي هاي يضطيك اشارة هاي اقل من البرونزي هنا عندك شباب الاشارة البرونز يحتاج لها 5000 نقطة والاشارة هاي الخضرة والله ما اعرف شيني يعني المهم الاشارة الثالثة يحتاج لها 11000 نقطة هسه انا حاليا نعابر ال 11000 فموجودة الاشارة بالبروفايل بينما عندك اخر اشارة الاشارة الذهبية يحتاج لها 18000 نقطة اتم تفهمتوا يا نقاط اللي اقصد عليها حتى تحصل هاي الاشارة الموجودة 18000 نقطة سكور الجينات او تطويرات الجينات اللي موجودة هنا ما عليكم اذا اقصد غلصوا لان البيت صاير لك ما شاء الله روضة فهذا الشباب هنا الاشارة 18000 يراد لك يا الله تفتح الاشارة الذهبية النقطة الثالثة والمهمة جدا جدا يا شباب اللي هي التصنيفات اللي موجودة هنا هاي الشباب مو مجرد تصنيفات وانما تنطيق خصائص حلوة مثلا attack power يعني هسا ماكس وان طني ذني كل مرحلة كل ما توصل يعني المرحلة الثانية راح ينطيك اكثر من هذول مرحلة الثالثة كذلك يا شباب هذولة مهمات اشترون تحصل التصنيفات مثلا مثل ما تشوفونا انا high s يعني max iscn high a high c شباب كل ما تطور بالجينات سواء يعني اي جينات موجودة مثل ما نقول كل ما تطور هذول الس max انا هاي حاليا جاي اطور بها ردي اوصل ها max حتى اخذ خصاص كل ما اطور هذول الخصاص كل ما هذا الخط يمشي يعني بعد الس الس راح تجي ثلاث الس و شوف الخصاص اللي راح يطني ها لو من اوصل ها max راح ينطين بعد 1 اتاك باور و 1 ارمور وهذا بس راح ينطين يعني شوف 1 اتاك باور ترى مو شوية يعني نتخير تقول 19 يعني نتخير حتى تحصل 1 اتاك باور لازم تسوي 20 بينما هنان لا فقط اطور تطويرات حلوة كل ما اطور كل ما يزود وينطوك خصائص حلوة فيا شباب لهيش انصحكم اطورون كل شي موجود بالجناس سواء كان شي مهم او غير مهم حتى تحصلون على الخصائص او الاضافات اللي تحصلوها منها خلنشوف مثلا المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة شوف حسان حادي اي لما نوصل هس راح ينطين كذلك 1 اتاك باور وراح ينطين 50 او نص ارمر وراح ينطين 3 دمج يعني كل مرحلة كل ما ينطيك خصائص مختلفة مثلا المرحلة الثالثة لا موجود بالمرحلة القابلة فانتبهتوا شي جدا جدا مهم ولازم تنتبهون انا حاليا مثلا المرحلة الثالثة نفتر تطور المهمات مثلا هذا اللي شسم ال دمج بونس عند ال اتاك باور يعني اتاك باور ستاون فتحت هذا الليفل باقرة شوية ويصل ماكس فيا شباب اتم حطو لكم خطة مثلا اول شي تطورون المهمات وبعدين ترجعون تمكسوهن او انتم يعني حسب اه انتم خلو لكم خطة تنشون عليها اه عندنا هذا كذلك اه عندنا النقطة الرابعة يا شباب اللي هي الشريط هذا راح اتحيلكم سريع مالجينات المشترك هذا الشريط طبعا المشترك بين الزومبو والبشر عندنا هذا شباب هنا short damage reduction يعني الدمج القريب المتلقي راح يقل لما نطور هاي المهارة وكاتب لك هنا يعني من السوه ماكس تسعة بالمية يعني كل وحدة ثلاثة تقريبا عندك هاي شباب increase short damage هاي بالعكس تزيد دمجك القريب الدمج القريب يعني الأسلحة البيضاء مثل أسلحة المحارب السيوف السكاكين هاي السوالف يعني راح تقل هاي راح تزيد النقطة الثانية يزيد دمجك انت من تضرب مثلا اذا كنت محارب خصوصا راح يفيدك هاي المهمات وهاي هنا لا يقلل الضرر يعني مثلا المحارب يقلل ضرر المحارب أو هاي شي علي الثاثة تزيد الرابعة تقلل الدمج طويل المدى يعني أي السلحة الشاشق الناس سنايبر اللانشر يعني تقلل الدمج المتلقي بينما هاي لا عكسها تزيد دمج أسلحتك طويلة المدى يمكن حتى الشوتغان هم محسوبة لونغ رانج دمج يعني هاي هاي جدا مهمة لازم تطوروهما بها مجال عدنا المرحلة الثانية هاي شباب تزيد الدم مالتك يعني الدم الأخضر مال الدرع بشكل عام تزيده هاي هاي شباب عدك هاي great limit rate المهم شبابان شوية انجليزي تتعرفوها فالمهم يا شباب هاي الدمج المتلقي يعني من أسلحة العدو اللي قرأت الدمج البرتقالي أو الدمج بنفسج بالشخصية الزومبي راح يقل لما يعني يرميك العدو هنا شباب عدك الزيد المعروف هنا الزيد الدمج بونس الدمج مال السلاحة كالعبيض أو اذا كنت الزومبي يصير الدمج يمكن سمائي فهنا هاي جدا مهمة هنا شباب تزيد دمج على الجنود اللي باللعبة سواء جنود المستنقع أو الجنود أي جندي موجود باللعبة أي جندي بشر موجود راح يزيد بس مو اللاعبين لا فقط الجنود عدك هنا المرحلة الثالثة الزيد دم الشيلد الأبيض هنا شباب تقلل الدمج المتلقي من أسلاحة العدو الدمج البرتقالي يعني من اللاعبين يقلل الدمج هنا معروف آرمور هنا الدمج بونس جدا مهم الدمج بونس حشيتها هنا شباب جايح أسري حتى لا يصير الفيديو طويل هنا يزيد دمج هذه الأصفر يزيد دمج الأسلحة حمالتك القناص واللانشر هذه تفيد تخصص القناص خصوصا لن يلعب كلها بهذا السلاح الآن شباب شورت رامج حشيتها بالبداية تقلل الدمج بالأسلحة الثانية تقلل الدمج من الأسلحة طويلة المداهم حشيتها يعني هالسلحة قدعها هنا يزيد الأرمور هنا تقلل الدمج الأسلحة مع العدو اللاعبين الدمج البرتقالي وهنا عندك يزيد الثاني هذه النقطة الرابعة خلصت طبعا حشيتنا بشكل سريع لأن شارحنا بشكل مفصل كل الجينات مع الزومبي وحتى لأن يشارحنا فيديوهات اللي يحب يطلع عليها شكل مفصل ويعني على البطي وهذه السؤال النقطة الخامسة يا شباب بالإضافات اضافها وإحصائيات تقدر تشوفها بنقرة واحدة فقط هذه الإحصائيات شباب فقط تضغط هنا أسفل مو هنا هنا البروفايل هنا الإحصائيات مالتك يعني هاي مثل ما تشوفون جميع الإحصائيات يعني الدمج الزوم والدمج جميع الإحصائيات تلقوها هنا هس مثلا نشوف الإتاك باور وعن لازم العصا 78 يعني يطلع لك الإتاك باور المالتك خلي يلزم الليد خلي نشوف 205 نأمل البروفايل شوف الدمج يا شباب صار 205 يعني إحصائيات حلوة كلها يطلح إليك أو بعد شنو عدنا خلصت فيديو تعابت من الحشي خلص فيديو حباي بقلبي لا تنسون دعمكم وأشوفكم بخير ولا تنسون تشوفون فيديوهات اللعبة الجديدة نشرتهم يعني فيديوهات نشرت عنها وإن شاء الله أنشر عن قريب فيديو ثالث أشوفكم بخير وفي أمان الله